رسائل وعدة داخلية وخارجية حملتها معركة القلمون السورية التي خاضتها المقاومة مع الجيش السوري ضد المسلحين غير أن قلق سلطات الكيان الصيوني كان الأبرز على الإطلاق نظراً للموقع الاستراتيجي لجبال القلمون والكفاءة القتالية العالية التي أظهرها رجال حزب الله في الميدان كثرت التحليلات والأقويل حول أنجزات معركة القلمون الأخيرة والتأثير الفعال لحزب الله على الانتصار فيها النتائج المهمة التي حققت في المنطقة رقبتها إسرائيل بحذر نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تحتلها جبال القلمون بالنسبة للعدو الإسرائيلي الاحتلال ينظر إلى منطقة القلمون من عدة أبعاد الاحتلال بشكل أساسي يركز على مسألة خلق نوع من البؤر التي يمكن أن تشغل المقاومة على الحدود هناك تركيز إسرائيلي على مسألة جهوزية المقاومة مقابل الاحتلال أي بؤرة خلفية قد تشغل المقاومة في فتح جبهات إضافية هي عنصر أساسي ومهم فيما يرى فيه الاحتلال أضعاف المقاومة عبر هذه المسألة فكان ينظر إلى جبهة القلمون كعمق بجمعات تكفرية التي يرتبط بها في مجموعة من المصالح والأهداف وأهمها ضرب المقاومة السرعة اللافتة في تقدم عناصر حزب الله في مهاجمة واحتلال مراكز الإرهابيين في جبال القلمون شكلت أيضا مصدر قلق لدى إسرائيل إذ أظهر مقاتل الحزب قدرة قتالية عالية ومستوى عسكري لافت إذا أردنا أن نحلل الموقف الإسرائيلي لا شك أن الإسرائيليين على المستوى وكيادات السياسية والعسكرية رصدوا هذه المسألة بشكل مهم تابعوها بيعرفوا أن هذه الدخول على هذه المساحات وشنهجمات بها ضمن تكتيكات حديثة تعتمدها المقاومة ستنعكس في المستقبل على المواجهة مستقبل المواجهة مع الاحتلال لا سريم أن المقاومة تستفيد من هذه التجربة ولعل أكثر ما أثر رعب العدو الإسرائيلي ربط معركة القلمون بمنطقة الجليل الأعلى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع جنوب لبنان باعتبارهم المعركة محاكاة لسيناريو مماثل قد يكون مسرحه الجليل الأعلى المحتل في أي حرب مقبلة إذ وقعت العقلية العسكرية الإسرائيلية تعتمد على مبدأ خير وسيلة الدفاع الهجوم بدأ تتغير يعني لاحظنا الاحتلال بدأ بحفر خنادق وعوائق طبيعية على امتداد الحدود إضافة إلى أنه بعض المصادر العسكرية القريمة من جيش الاحتلال تحدثت عن أن الجيش بدأ يفكر بإنشاء فرقة عسكرية متخصصة لانتشار على طول الحدود والبقاء في هذه المناطق شكلت معركة القلمون رسالة إلى إسرائيل مفادها أن حزب الله لم تستنزفه المعركة في سوريا بل زادت من قوته وخبرته من بيروت بنور أخضر قناة القوت ترجمة نانسي قنقر